حسا يا ببد عليكم احنا قبل البريك خدنا اربع طرق كيف اجاوب الازمة لكن ضلق اينا شوية تحبشتكنات وبعض الالعاب لازم الطالب ينتبه لها وركز فيها هاي الصفحة جدا جدا مهمة صارت الرزاهرة تلعب فيها اول شغلة كالعادة نحشركم حشرناكم ونقول بسم الله وعباركة الله ونقول شو نتعلم معها ملاحظات مهمة اول شغلة انه حرف الجرمين فار مع كمان زمن بيجي مع خمسة مش مع اربعة مع خمسة نحاط اربعة صمامات جدا ونمشي خطو خطوة ونطلع منها حبة حبة وسنسن وهراك بزو معي يلا شوفوا شو عنا كينا نشغل مع بعض اجت لي جملة فيها فار اطلع بروح بتطلع على المؤشرات في عنده فار اول خطأ تطلعي على المؤشر ما تطلعش على المؤشر بتطلع عوش معدود او غير معدود مفرد او جمع دائما الطالب الذكي بجهز حاله شو عنده هنا تولين مفرد اذا اول شغلة طلعوا هاف دان غلط هاس دان يمكن والدو يمكن واس دوين يمكن هيك بقول لحالي هاسا خلصت من هاي خلنا دائما استبعد طبعا في العمدان والمفروض يجي في الوزارة تنتين بتنتين بس انا في العمدان قمت واحدة بدنا نفكر يا جماعة برك الوزارة لعبت اشي اكثر بدنا نفكر واحنا بنحفظ شو عطاني فار شو بتحكي لحالك عد معي مضارعة تام واحدة منهم ها مضارعة تام مضارعة تام والسمر ماضي تام مستمر مستقبل تام ومستقبل مستمر اذا بد اكتبهم يمكن عندي ها مضارعة تام طب شو المضارعة تام يا هاف يا هاز زائد زائد بث اي فكذا فكر او مضارعة تام مستمر ما زرتش او ماضي تام مستمر ما زرتش مستقبل طلب مستمر ما زرتش مستقبل تعم+. مظفتش لاعك زودته كيف مظفتش فازم يزبط%. واحد الدول خمسة لازم يزبط. تقوللي ما زبته. طب استاذ شو احل? لعبة لعبة خيارات. اللعبة لعبة اشهر غير العالم اللعبة لعبة خيارات صح ولا لا? اذا بفكر انا اذا جتلي فور مضارع تم مضارع تام استمر طبا مش تقول لي بكttر فور احمد ولا فور فور مع زمن. ها مضارع تام. مضارع تام استمر. ماضى في تام استمر مستقبل استمر استقبل تام بطلع انا على المؤشرات بشوف شو اشي منهم او على الجملة والدو مستقبل مستقبل ايش مضارع مستمر ما اجدخل اذا شو جواب هاز دون بهدوء اذا هو انا اعتمدنا على فكرة الخيارات وبس واختفقنا على ايش مفرد جمع وخلصنا طلعوا الجملة البعديها وحاسا ادمج كل فكتين مع بعض رقزوا تولين اه جمع طلعوا هاز مستحيل والبي صح وهاز دون صح وهاز بان دون صح كايش كمفرد جمع طلعي شو اطاني فار دون على مضارع تام في مضارع تام لا فيش مضارع تام طلع مضارع تام مستمر اهيها بس اجاوبها لا خلنا نستنى شوي طلع ماضي تام مستمر لا اطاني ماضي تام اذا متزبطاش لازل تكون ماضي تام مستمر طب مستقبل مستمر اذا والبي زائد فير باينجي طب مستقبل تام والهاب زائد فير بثري اذا لا اذا برضو هنا لعبة خيارات طب يا استاذ راحوا عاد الوزارة عملت حركة تانية هذول التنين حطولي في الخيارات هاز دون وهاز بان دون اه التنين صح صح لكن قلنا في حركة جديدة الوزارة صارت تعملها نلعب على الاقوى زي قصة شد وشل اه بكرا ما تقولوا الشادرة ما حكلناش اه هاي الفيديو مثبت وجاهز في عنا الاقوى الاقوى بين مين ومين بين هاز دون وهاز بين دون وطلع الجملة فيش فيها غير فور بس ها مين الاقوى الاقوى بين ها بين مين ومين بين المضارع التام والمضارع التام مستمر لان اخذنا ملاحظة عند وجود سنس او فور في الجملة يفضل استخدام مضارع التام مستمر اذا معناها هاي في حالة ايش اجو اتنينين مع بعض لكن اتعمت حطت هاي الحال وهاي الحال عشان اواصيه كل صورة اذا مرة تانية جملة جملة فيها فور وكان من ضمن الخيارات مضارع التام ومضارع التام مستمر لا الاقوى مضارع التام مستمر جميل جميل الروعة البعديه مفرد هاز بين دون مستحيل هاز بتظبط هاز بتظبط هاز بين دون طيب بتطلع هاز بين لازم يجي بعدين انجي اذا هاي غلط هاز بين لازم يجي بعدين انجي هاي غلط اذا شو قدي الجواب هاز بين دون طيب استاذ كيف فور زلطت معك من اصل الجملة بكون فيها قب بعدها ايش بفور او فيها ايش باي بس شو اعمل هو لغاها من الجملة ولعب بالخيارات هاز عشان احكي على بعدها لغاها من الجملة ولعب في مين في الخيارات اذا بقدر ألعاب الخيارات فهتطل لي هاز بين ايش دون تمام فيها مشكلة لا فيش فيها مشكلة استاذ امور تمام تمام طيب اذا معناه هنا اذا مرات بدي انت بقى انا كطالب في انا اشي مادة علمية وبالمقابل في انا احجية استاذ شو انا نلعب حزازير اه لك تلعب حزازير طب كيف اخلص من المادة العلمية ضل عندي مؤشرات او ضل عندي اجابات الاجابات باعتمد على الخيارات بس تبعد الغلط بوصل للصح اذا معناه انا كطالب لازو اكون ذكي اتعارف يعني مثلا انا بعرف هاز بين دوين مش هاز بين دن بعرف هاد بين دوين مش هاد بين دن انا بكل بساطة هاد مقتوهمة جدا لو ساز قصده بالبسط لم ادخل في البسط بقدر ما يزل كوبين هتخفوش مستعجدش عليها نجح هالجملة شو عطاني هنا فور شو عطاني هنا وين آآ من الاخر خاوة ماضي تم مستمر طيب انا حط الخيارات حاطب سرعة هاي هاف غلاط هاي هاي غلاط طيب طلعا شو ان دعوا الخيارات حطات هاد بين دوينج حاطات هاز بين دوينج وحطات هااه holes بين دوينج وحطات هاد دنç وحطات魀 هاف دن يعني حطات تكل احتمالات الاربعة او خمس خيارات حطاتهم كلهم حطات الخمس خيارات مش اربعة حاطات الخمسه اللي تواء ها ها شايفين المضور الخمس اللي تواءوا ها ها حطات في خائرات ها ركزوا معاك has done وحطات ha世بين دونج وحطات has been doing وحطات وحطيت 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 لك خمس خيارات مش اربعة هون فيش فيها مجال ارتبطت وين مع فور اجباري ماضي تام مستمر اجباري حلو الكلام طيب على المستقبل صدر ليش مش حطيت لنا فيش اذا جاب لك فور تطلق خيارات وحطيت تصليف تات او بي زات اذا انا كفور لازم انتبه في فرق بين has done و has been doing طبعا الاقوى has been doing اذا جابوا التين تين مع بعض طبعا اعطاني فور وفيش has done ولا has been doing شو عندي has been doing طب لنفرض في الجملة نقم ثلاثة كان حطيت لي has been doing وحطيت لي has done وحطيت لي has been doing لا الجواب has been doing لان بس فور لحالها طب هون شو عمل حطي لي when مع فور او after مع فور او before مع فور اجباري ماضي تام مستمر اذا هاي من الحبشتكنات اللي بيلعبوا فيها و لازم انا كطالب اكون مهتم و جاهز الهمية بالميلة اخلصنا الرعامين اسنس شو عطاني هون اسنس انا سمع بلحكي عن البعديها البعديها دايما ماضي وطلع نفس الجملة نفس الفكرة طلعوا المضارع اسنس شو بيجي معها طلع اركز معي مضارع تام او مضارع مضارع تام مستمر او ماضي تام مستمر من الاخر اذا اعطاني السنس لحالها بدون ما يضيف اي اشي هاي الاقوى الاقوى مضارع تام مستمر اذا اجو مع بعض طب اذا اجي كل واحد لحاله خلص بيزبط الجواب يا مضارع تام يا مضارع تام مستمر يا ماضي تام مستمر طب اجو مع بعض الثلاثة اه الاقوى مضارع تام مستمر اذا هون بتدرجع لهون اجي فور من الاقوى مضارع تام مستمر اذا اجينا بس اول ثلاث جمل اول ثلاث جمل طلع الاقوى مضارع تام مستمر طيب هنا لانه دخلي معها وين اجبرني على ماضي تام مستمر اذا معناها نفس الفكرة لو دخلي هنا مع الماضي تام مستمر وين أو او افتر بفور بصير اجبالي ماضي التامس لانه سنس وفور نفس الفكرة طيب نيجي هون امير كمبيوتر جيمس سنس شو حطط لهون هاذ بلايد نحكي بمنطق هاذ للجمع ولا المستقبل طب اعطاني هون نفس الجملة هاي سنس شو حلنا هاذ بندون لانه هاذ بندون غلط ويصنع عارفين الفكرة وهاد بلايد مستحيل طيب اعطاني هاجون هاي عندي سنس طب اصداد شو الجواب وانا واحد من هذو الثلاثة موجود غير مين هاذ بندون بلاينج اجبالي هونه لانه مفيش بندون الخيارات لانه اطلقوا هاذ بين ايش بلايد مش بلاينج وهذا بلايد اكيد غلط لانه موضوع مفرد وجمع هينتفقين عليها اذا انا كطالب بدي اكون فهم ما بين فكرة فحلو انه افهم سنس انه تيجي مع ثلاث ازمنه لازم انت بيها كويس طب رحت حطط لك هونه امير امير كمبيوتر جيم سنس هي الرعب وين حطل فيها اود او ايفور او وين هون بكون اجباري ماضي نتم بستمر هون اجباري وين اي ان ارايب هون اجباري مثلا نقوله الى كوان اي 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 اللي بدي اي المذكية فهنا بتكون ان المذكرة weird